هحكي ليه بحكاية الرقم عشر معك. بقى. سريعاً. اه. الرقم ده يا جماعة. في فرق بين الرقم يكون بتاعك.อه. يكون شخصيتك. اه. وفي فرق بين ان انت تكون رايح لنجومية الرقم. حيلا. في فرق كبير بينهم. يعني اناها حكي لك علي انا انا شخصيا انا وانا عندي اتنشر سنة دخلت النادي لأهلي. دخلت من انا عندي احد factual سنة. ماشي. بس من اتنشر سنة انا اخد رقم عشر. ماشي. فرقم عشرة ده معي من اتناشر سنة لغاية لما بطلت كورة. حبيته ليه الاول? انا بحبه. حبيت كابت الخطيب. اه. مبرة طبعا. حبيت مارادونا. طبعا. جدا. اه لدرجة ان سنة بقى ستة وتمانين. اه مارادونا في كاس العالم. طبعا. المكسيك. لما تفرجت عليه قلت لا. والله العظيم ما نلامس الكورة برجل اللي من دي خالص. انا هقعد السنة كلها. مش هلعب غير بالشمال. انت اصلا ايمن يعني. اه انا عملتها في سنة ستة وتمانين. كان عندي اربعتاشر سنة. ماشي. والفرقة يعني الفرقة بتاعتي تسمعها دلوقتي كلها. هدي خشبة وكل وصروة عبدالرازق وكل المجموعة وداكر. ماشي. وايمن وكل المجموعة. انا فعلا في التمرين على طول كده. انزل انطق بالشمال بس. فقالولي يا ابني في ايه? اقول له بصوا سيبوني بقى عشان مارادونا ده. مارادونا. عمالي ايه? عمالي وشي في دماغي. ماشي. هاخد الكورة يروح عامل كده. وبعدين روح قطم كده. فتيجي على يمينه يروح قطم بشماله تاني. ماشي. طب يمينك ما بتلمس الكورة ما بتلمس الكورة. لدرجة ان احنا سنة بقى سبعة وتمانين بعدها بسنة. رايحين نلعب الزمالك في الزمالك. ماشي. كان المدير الفني كابتن فاروق عفر. ماشي. فقال لهم كده في المحاضرة. قال لهم يا جماعة اه مبرارة النهاردة جامدة وعلى الدوري خدوا بالكوا عندهم رقم عشرة. اه لعيب حريف اوي واشول. ماشي. بلعب تحت الفراود اخد بارك. اه. اه. فهم اللعيب عارفاني. ماشي. لأ كله عارفاني. في يحي نبيل قال له كابتن عشرة ولي صلاح الدين. مم. قال له ما قال له لا ده مش اشول. قال له عم اشول. انا اتفرجت على. قال له الله مش اشول. ماشي. فالفكرة ان انت الحاجة دي يا اما بتاعتك. اه. رقمك. اه. يا اما انت رايح تستفيد من النجومية بتاعت. من النجومية جدا. فانا لما جي في النص موضوع كابتن الخطيب واعتزال الكابتن الخطيب. فانا اما خدت رقم عشرة لما اطلع هو ده بتاعي. اه. يعني انا بقلبسه ان انا عندي. انت اول ما تلعت ازارت بستاشر صح? ايوة لاني طبعا. لاني طبعا. لاني مش فيه عشرة. اه. لأ فيه عشرة بس احنا عندنا بقى. ما هو ده اللي انا بقول لك. انا يعني حتى يوم مباراة الكابتن الخطيب. اه. اللي خد رقم عشرة كابتن العلقة ميهوب. الزبط كده. لان انا كنت عندي خمستاشر سنة فهنزل ناشئين تاني. اه. الفكرة بقى ده اللي انا عايز اقوله لك ان فيه بعض النجوم يعني الكابتن العلقة ميهوب تاريخه كله باربعتاشر. صح. كل النجومية باربعتاشر. لكن ما نجحش بعشرة زي اربعتاشر. لا مش فكرة نجح او ما نجحش. انا قصدي ان هو رايح لنجومية رقم تاني. اه. فلما اطلعت درجة اولى عندنا حاجة طبعا نسمعها بالاقدمية. طبعا. تقدرش انت تاخد حاجة. غير لما تكون انت تستحقها. ككابتنة فرقة او رقم. فالكابتن محمد رمضان كان لابس عشر. بالزبط. طب كابتن محمد رمضان كل تقلقه بتسعة. صح ولا? صح. خلص الكابتن رمضان. نعم. ده حالكابتن عدل ابر رحمان قال قريبا من لبس او عبدالجري. فيه كزا حد المهم يعني. طلعت مباراة. في الدرجة الاولى بقى. انا كنت في الدرجة الاولى وشغالين. بس كل واحد يلبسها شهر. شهرين وبعدين نسبة. في الاخر واحنا دخلنا الاستاد والااا الفانيلات كده على على الكراسي. فضلت مستني محدش خدها. ماشا. فقالت له يا جماعة ايه? خلاص. خافوا كده. مفيش حد هياخدها. قالوا لي لا خلاص محدش عايز. قلت له بس. سيبوها بقى محدش يلمسها. ماشا. انتهينا خلاص. روحت واخدها من سنة تقريبا تقريبا. بص انا مباراة الاسماعيلي تلاتة وتسعين كنت ملعب بيها. ماشا. فانت تقريبا من الاحفل تلاتة وتسعين لحد ما مشت من الاحب. ممكن انتهيألي من اتنين وتسعين كمان. اه. يعني تقريبا احيداشر سنة مسلا في الاحب. اه من اتنين وتسعين لالفين تلاتة. الفين وتلاتة اه احداشر اتناشر سنة. بالرقم عشر. الرقم ما تغيرش. ماشا. انت اطول واحد بعد كابتر محمود الخطيب او من بعد كابتر محمود الخطيب. اه. اه. لبست الرقم ده. اتناشر سنة برقم عشر. الفكرة بس في ايه? ان انا مش رايح لنجومية الرقم. هو رقم بتاعي. بتاعك من انت صغير. انت بقى السؤال بتاعك انا عايز اطبق بقى الكلام اللي انا قلته. اه. على السؤال بتاعك. لعنة الرقم عشر. مش لعنة. هي الفكرة ان كل الناس رايحة لنجومية الرقم. اه. اه. يعني انا شايف ان اكتر واحد لبسه بعدية وتقلق طبعا مسلا عماد متع. بس في الاخر. ماشي قليل. يعني مش كتير. مش رقمه. ربا مش رقمه. صح. هو نجومية عماد بتسعة. طبعا. يعني هو تقلقه بتسعة. ظهر بتسعة. عشر بعين تسعة وبعين العشرة دي يعني فترة. بزبط. الشيتوس حاول شوية. بس برضو. اه. ما كانش كتير معتزقين وليبسها شوية. بس هي الفكرة في ايه? تحس ان. شكري لبسها شوية بس برضو ما ظهرش. مين? اه برضو. بس تحس ان ما فيش ولا واحد منهم. علم اصلا كان بيلبس عشرة. اه. هو في الناجين. فهمت الفكرة? انا يعني هي الفكرة في انك انت المفروض الرقم يبقى بتاعك. من ونت صغير. مش تبقى انت رايح لنجوميته. شخصيتك انت فاهم? اه. حتى بقى نجيب الكلام ده برضو حتى على فنيلت ابو تريكا دلوقتي ابو تريكا عمل عمل طبعا سمعة واسم كبير جدا برقم اتنين وعشرين. صح. وخلى في براند اسمه اتنين وعشرين. صح. لكن اللعيبة اللي رايحة رايحة لنجوميت الرقم. فيه? يعني محمد فاروق لما لبس. اه. راح لنجوميت الرقم. فبيحط عليك ضغط برضو. يعني حتى لو انت مش بتعود عليه او انت مش يعني. ايوة انت مش بتاعك. بيضغطك. ما هي دي? انت مش بتاعك الرقم. صح. زي رحم سبعة منشستر رينايتو. بزبط. اي حد يلبسه بي او مضغوط انه هو هيبقى النجمل اللي مش عارف ايه. بزبط. يعني يعني الفكرة دي نصيحة حتى للعيبة. اه. لما تيجي تروح للرقم خد الرقم اللي اللي هو بتاعك. تحس انه بتاعك. اه. يعني حتى ابو تريكا لما ابو تريكا كان انسى واحد يلبس عشرة. صح صح. يعني هو امتداد طبيعي ان كنت الخطيب مسلا وبعدين وليد اتناشر سنة وبعدين ابو تريكا هيكمل. بس ابو تريكا قال لهم ايه? قال لهم لا انا اتنين وعشرين ده بتاعي. اه. لايق علي. معين هو كان بدمس عشرة في الترسان. اه بس هو حس ان اتنين وعشرين ده هيليقي عليه. اه. انا اعتقد ان كان عشرة وقتها كانت محد فمعرفش يلبسها. اه. 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 هو حكى قصة ان هو اه. لما. لما راح حج. بس انا بكلم هو ليه اصلا اختار رقم تاني لانه كان عشرة مع حد. مش فكرة مين نقطها بس يمكن شيتوس. اه اه اكيد شيتوس. فهي الفكرة ان الرقم فيه فرق بين ان يكون بتاعك وبين ان انت تكون رايح لنبومية الرقم.